اشتركوا في القناة السيد أوندري أزولايم الصشر جلالة الملك الرئيس المؤسس لجمعية الصويرة موغادور وأعضاء اللجنة العلمية لبيت الداكرة وأعضاء مكتب جمعية الصويرة موغادور والمهندسين المكلفين بعمليات ترميم هذا المشروع والحاخام الأكبر للمغرب السيد جوزيف إسرائيل والحاخام السيد دافيد بنتو وبفضل ما اتسمت به من قيم الانفتاح والتسامح والسلام التي تشكل الأساس الذي ترتكز عليها المدينة العريقة أصبحت الصويرة قلعة محصنة لتقدم عبر قرون من التاريخ المثال على مغرب السلمي والتسامح والحرية وإشاعة القيم الإنسانية وتعكس زيارة صاحب الجلالة لبيت الذاكرة بمدينة الصويرة العناية الخاصة التي يوليها أمير المؤمنين للموروث الثقافي للطائفة اليهودية المغربية وتقع هذه المعلمة الرائعة بدرب العلج وتجسد هندسة المكان وزخرفته وبساطته معطيات حول الطرط الصويري اليهودي القالص والضرب في تاريخ الشعوب والأمم وبهذه المناسبة أدى الفنان ميشيل أبيتان أغاني دينية كما ألقى الحاخام الأكبر للمغرب السيد جوزيف إسرائيل كلمات مباركة التقليدية التي تتلوها الطائفة اليهودية للتدرع لله عز وجل زي أشعر لدو هوناي صديقي ميابو Susana صديقي ميابو سوري سوري صديقي سوري أتري كلمات بالسرو典ه fantast 있어서 lando بشم أarette منا اشتركوا في القناة 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 واضف السيد ازولاي ان هذا البيت هو بيث للذاكرة والتاريخ وبيث يعد بمثابة تلك البوصلة المغربية التي يحتاجها العالم اليوم عالم يبحث عن مراجع وعالم يدير ظهره لكل القيم التي هي في الاصل قيم بلدنا بقيادة امير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله فالمغرب يقول السيدة زولاي لا ينسى ويقاوم النسيان ويحافظ على تراثه ومقاوماته التاريخية والحضارية وجلالة الملك من خلال هذه الزيارة كرس نهضة مدينة الصويرة التي كانت دائما منفتحة على العالم وبوابة لنقل مقويمات حضارتنا الى العالم ما الذي يقول منحل الناس ما الذي يقول منع الملك ما الذي يقول منه الاجد من للترهاتي عنه نفس المرحيات ما يقوله جديد نحن اقل ملك الاجد المكام هلا يقولون يقولون لذلك ترجمة هذا المجموعة على المناطق والديوارات السائلة التي تسعر لها كم الوصول على الوصول على العالم اليوم وتعاون الأصبع من نقل المعرفة والصفاء في دون الأسفل في كل مكان الله أعبط لكم نعم أعناية خاصة يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للموروث الثقافي للطائفة اليهودية المغربية من خلال زيارة جلالته لبيث الذاكرة وتقع هذه المعلمة الرائعة بيدر بالعج وتجسد هندسة المكان وزخرفته وبساطته معطيات حول الطرات الصويري اليهودي الخالص والضارب في تاريخ الشعوب والأمم فهي بمثابة بنية تحثية الأولى من نوعها على مستوى جنوب الحوض المتوسطي وبالعالم الإسلامي أطلق عليها اسم بيث الذاكرة والمركز التقافي حايم الزفراني بنية تمكن من إبراز التاريخ اليهودي الإسلامي بمدينة الصويرة والتعايش المثالي الذي طبع هذه الحقبة والاحترام المثبادل والعيش المشترك بين السكان المدينة من مختلف الديانات بيث الذاكرة اسم أطلق على الكنيس اليهودي سموعطية وتم توظيف هذه البناية التاريخية كمقر لمثحف يؤرخ لثقافة التعايش الدينية بمدينة الصويرة ومقر لمؤسسة حايم الزفراني للأبحاث والدراسات الدينية بالمغرب ومكتب موسعة وقاع لعرض الفنون التشكيلية وفضاء للخدمات المعلوماتية بالإضافة إلى غرف ومرافق أخرى تكبيلية موجهة لإيواء الباحثين والدارسين الوافدين إلى مدينة الرياح زيارة صاحب الجلال لبيت الذاكرة هي بمثابة الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتتمين الثراث الوطني بشقيه المادي واللا مادي وترسيخ قيم الكونية المرتبطة بالتعايش السلمي والعيش المشترك والتسامح ويعد بيت الذاكرة فضاء فريدا للغاية بالمغرب والعالم لارتكازه على خيار التفاعل مع عدة حوامل تستعرض العلاقات بين الإسلام واليهودية ويأتي ترميم هذا الفضاء التاريخي والثقافي والروحي تماشيا مع السياسة الحكيمة لصاحب الجلال الملك محمد السادس حفظه الله الرامية إلى حماية وصيانة التاريخ والثراث اليهودي باعتباره أحد المكونات الأساسية للهوية الوطنية للمملكة المغربية تراث وثاريخ ليس مجرد حنين أو استحضار ماضي بعيد بل إنه حضارة حية تعبر عن داثها وتمتد إلى المستقبل من خلال الإنخراط العميق في التوافق الوطني القوي بقيادة العاهل الكريم الملتزم بحماية حيم الملة والدين والمؤثمن في نفس الوقت على حرية ممارسة الشعائر لكل الديانات السماوية مبادرة محمودة تعد ثمرة تعبئة عدد من محب الثراث اليهودي المغربي ويعد بيث الداكرة الذي يجعل من صلاة عطية مركز زاجدبيته مكانا للداكرة يروي عن طريق الصور والكتب والمخطوطات تلك الملحمة الفريدة لليهودية بمدينة الصويرة وموروثها انطلاقا من العادات والتقاليد وفن الشعر اليهودي وسياغة الذهب والفضة والطرز وخياطة القفطان وصولا إلى المحلات التجارية الكبرى التي عززت إشعاع المدينة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحتى الآن ويحتضن هذا الصرح الروحي والثراثي الرامي إلى المحافظة على الذاكرة اليهودية المغربية وتثمينها بعد أشغال ترميمه كنيسة صلاة عطية ودار الذاكرة والتاريخ والمركز الدولي للبحث حايم الزفراني حول تاريخ العلاقات بين الديانة اليهودية والإسلامية وبهذه المناسبة تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله شخصيات من الطائفة اليهودية المغربية ومن العالم عناية مولوية يوليها العاهل الكريم للطائفة اليهودية المغربية وإرادة راسخة في المحافظة على طراء وثنوع المكونات الروحية للمملكة وموروثها الأصيل وباعتبار المملكة المغربية فضاء يشيع فيه السلم والطمأنينة ما فتأ المغرب يعزز هذا المصار ويتبنى الإجراءات الهادفة إلى تشجيع التوافق والحوار والتبادل بين الديانات والتقافات والحضارات والإنخراط في جميع المبادرات الخاصة بإرساء السلم عبر العالم ليكون بالتالي نموذجاً يحتدى به على الصعيد الدولي روح الكونية والتسامح والتعايش تتجسد بشكل ملموس في مدينة الصويرة التي تستمد أصولها من تاريخ المغرب المتعدد الألفية ومن القيم الموروثة للمغاربة الحاملين لثقافة التنوع والتعايش فمدينة الصويرة تزخر بثرات سوسيو ثقافي ومعمار ثمين فضلاً عن 2500 سنة من التاريخ الشيء الذي ترك أثراً مميزاً لا زال يشهد على غنى وعمق ثاريخ العلاقة السلسة بين الإسلام واليهودية والصويرة موغادور بذلك تعتبر فضاءً أصيلاً للتعبير الكوني مما جعل مدينة الرياح تصنف في قائمة التراث التقافي للإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة 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 شكرا شكرا للمشاهدة 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 ويجعل ذلك بالعرفة، خوة نحن جداً من خلالها، البلعب يتنزل، البلعب يتتحول. البلعب ينسل، البلعب يتحول الهدى كلما اهتمت عادة الاختباراتي من نحن الامر. المارك برقام السيدين وعقدت أعظم انهيه ومعرفة لكيه ومعرفة لكيه في مقاطق لكيه ومن ثم المصنع يتكلم ومعرفة لا تنسى ومعرفة لكيه ومعرفة لكيه ومعرفة المنزية ويقولد لكيه على مفرسة لعبة كله انهيه ومعرفة وتعاني إفر ellos يمكن أن يكون وفعلوا أخريها الآن أن أخبروا إلى مجالات المقابلة ويكون طريقة كونها بشهر للجاعة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيد المجهور جائع وأيضا مع هذه الحملة سعبت بسراشتة الترسل المزيدين مع البداية جائعى الشخص العالم la parole et la valeur de notre pays au-delà de tous les océans sur tous les continents اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة